موسيقى دي اناي مساء الخير طلاب مدارس وجامعات لبنان من كل الأعمار هند المشهد الجديد بثورة 17 أكتوبر لليوم الثاني على التوالي خرجوا طلاب بمختلف المناطق اللبنانية من صفوفهم إلى الساحات في تظاهرات ضد السلطة السياسية ضد الفساد وللمطالبة بوطن يكون لهم مستقبل فيه هيك بهالبساطة؟ بهالرومانسية؟ من وين عايش انت؟ راكبوا موجة الحراك من قطع الطرق إلى استغلال الطلاب وبسحر الساحر تحركوا بالتوقيت نفسه بعدما خلقت مجموعات واتساب لهذه القايا السؤال الكبير الأشكالية الكبيرة من يدير هذا الحراك؟ هل هو عفوي؟ هل هو بصدفة؟ بالطبع لا من شغبي قطع الطرق إلى المقامرة بمستقبل الطلاب في حدا عم بيستغويهم أو يستهويهم تيروحوا على هيدول التظاهرات عن استغلال محتمل وعن الطلط المقصود أو غير المقصود وراء من لم يبلغ سن الرشد بعد في مؤامرة صحيح ما حدا جبرهم مثل ما سمعنا بس في حدا عم يستهويهم شو عرفني يمكن في عمليات تنويم مغناطيسة عبر الأقمار الصناعية شو أنه مش صاهرة قبل يعني؟ وين صاهرة؟ في استغلال للطلاب وللمرأة وللراشدين وللرجال وللشباب في استغلال للشعب بكامله ليفوت بالمؤامرة واللي عم يستهوي الناس والإعلام ومش أي إعلام ضمن ميديا كانت محضرة وما حدا يقلني أنا 44 سنة بيشتغل بتلفزيون ما حدا يقلني بمصادفة لك حتى الجملي ما عم ينتبهوا أنه الجملي واحدة عن كال المراسلات والمراسلين اللي يعني نفس القصة وعبر ها جديدة عبر كاميرا تفلان المصور ها جديدة هيدا بيدل على أنه مدربين تدريب شوي كامل على القصة فيه مصطلحات موحدة ولكن مننا غلطة كل المسجل أنا مسجلهم كلين هلأ بدي أعمل كتاب عن الموضوع هلأ أجمع كتاب كلهم نفس الجملة معناتها مدربين بجهة واحدة أي جملة تحديدا يعني لأن فيكين عدة جمال يعني كما نرى بعدسة فلان نحنا ما كنا نقول أنا ريبورترا كنت وأنا كنت مراسل وأنا بعرف كنا وانا بدرد مراسلين هلا ما كنا نقول بعدسة فلان ما بزيب يصير طول التصوير طيب هاي دي وقعوا فيها كلهم بنفس شي مش عم بقلدوا بعضهم لأنهم يدربهم لهيك لحظات واحد لا يا رفيقي يا حبيبي ما ترهق نفسك خلص الكتاب طبع حمص والدولي بالمحروقة اللي بيحطوها على السطوح وبعدين عموه الكتاب الإعلام الذي يستخدم الجملة الواحدة معك وقت موسوعة مؤامرة الثورة للمؤلف الدكتور الفذ رفيق نصر الله مقدا وبالتقسيد مش رفيق الموسوعة فعلا شي لافت يعني ليه كل هالإعلام عم يستعمل نفس الجملة الصور بعدسة الزميل فلان خلط كبير نفس المدرب اللي يدرب إعلام الثورة نفس الأداء نفس الجمل ولو ما واضحة انتم مشيكين بالمشهد أيضا مع الزميل عمار حيدر أحمد بهذه الأثناء مثل ما عم نشوف خلفي بعدسة الزميل جان لطوف رح حاول رح ننزل أنا والزملاء المصورين الزميل بسام فقها والزميل جورج بسيط عم نشوف مع الزميل علي غريب انتشار للجيش اللبناني عم نشوف بالصورة بعدسة الزميلين جورج بسيط وبسام فقها يلي موجودين معي وكمان درب الأو تي في والمنار نفس المؤامرة وصلت لتلفزيون حزب الله وتلفزيون رئيس الجمهورية عم إذا هول وقعوا بالفخ بردك طلاب صغار ما يقعوا بالفخ وينجرفوا المؤامرة كبيرة أبو الصوس كتير كبيرة هذا الأمر من أكثر من ثلاثة الشهر تم التخطيط له من قبل السعودية ومن معها عربية مع الأمريكي ومع الإسرائيلي أيضا حتى تبليك ما زال هالمؤامرة مبلشة من ثلاثة شهور ليه ما عملتوا شيء لتوقفوها خيليه أصلا ما حدا قالنا أنه في مؤامرة جاية عن جهة أنا أكثر شيء بدهشني بجماعة المؤامرة أنه ولا مرة بيكشفوا المؤامرة قبل ما تصير دايما بعد ما تصير بيصيروا عارفين كل تفاصيل إما للمؤامرة مين اجتمع مع مين مين دفع لمين مين جند مين أي إعلام أي قتالة بتحسوا أنه عم بيفرفة بلح مش عم بيفص المؤامرة تفصيل تفصيلي بيعرفون بلحة بلحة طيب ألا بما أنه عرفنا أنه المؤامرة هلقدي كبيرة أكيد السلطة السياسية رح ترتقي لمستوى المسئولية وتحاول بمسئولية ونضج تناقش كيف رح تحمل بلد جبران باسيل كمانا رئيس حزب ورئيس أكبر كتلة نيابية ورئيس أكبر كتلة وزرية كمانا وجوده لا يعادل لمحمد شئر ولا علي حسن خليل ولا كل الأسماء الثانية داخل هذه الحكومة على خط المستقبل تمسكن بالمعادلة التالية الحريري يقارن بالرؤساء لبالوزراء الموازمة هي بين الرؤساء وليس بين الوزراء إلا السيد إلا السيد استلم منصب لحتى يتحاكم من هو اللي عم يركب اللوية السيد عم يركب اللوية لا حبيبي بسيل لا يقارن بخليل حبيبي لا فشرت خليل لا يقارن ببسيل لق ما تجيب سيد السيد طاهرني أصلا الحريري قوى منهم كلهم الرئيس بر نبي كلهم يعني كلهم ما بدي هلد كلهم يعني كلهم كلهم مثل بعض إذا شي وقفوا من الطويل للأصير حسب العمر وقفوا حسب رقم بطاقة الهوية نظموها حسب عرض الكتاف نمرة الإجر أي شي لأن كلكم يعني كلكم ما في داعي حدا يقول أنا أحسن من الثاني وكرمالي هيك الشعب عم بطالب كلهم تفلوا وتكون في حكومة تكنوكراط أبو الصوس بس كمان مين رح ينقي التكنوكراط وكيف رح ينقيهم أفترض أنا إذا هم تاخدي الوزير محمد جبق هو بغض النظر ما بعرف شغله أنا ما نمتابعه بس هو طبيب حليف لحزب الله ما فيه أدنى شك فيه عشيات فيه السيد حسن نصر الله بس واخد وزارة الصحة شغلته بيفهم فيه يعني بالمحل التالي مش أنه تقني بس تقني بهذا الموضوع ممكن تاخدي سياسي وغسان عطلة مهجر سلموا وزارة المهجرين حبيبتي بيقلك حكومة اختصاص بتعتبر أنه المهجر لازم يعمل وزير مهجرين يعني ببعب نيحل ما عنا وزير للسروة الحيوانية في لبنان تكنوكراط بحسب فهم السلطة السياسية أنه أحزاب السلطة هي بتنقي ممثلين عنها بالحكومة من أصحاب الاقتصاص يعني بدل جبران بسيل بيجي مستشار جبران بسيل بدل الحريري بيجي مستشار الحريري بدل حزب الله بيجي مستشار حزب الله بدل حركة أمل بيجي حركة أمل لا ما بتغير وهيك بتكون السورة حققت أهدافها وبعد فترة بروح الوكيل وبيجي الأصيل ويا دار ما دخلك شر وكل شي بيصير عظيم لا حبيبي كان غير كون أشتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة